أبدأ معكم نادي الزمالك إي رأيكم؟ وبعاك أن أتكلم نستفيد فيه النادي الأهلي بس الزمالك أبدأ به عشان الزمالك اللي فيه تطور في الفترة الأخيرة النادي الأهلي ثابت الشكل وثابت الأداء في الفترات أو في الموسم كله تقريبا الزمالك مع أسوريو بدأ يتطور كثيرا بدأ الأداء يتحسن والأكثر ملاحظة أنه الزمالك تحسن هجمان كثيرا أتذكر آخر فترة مع فريرة الزمالك كان ممكن يخرج المباراة بفرستين تقريبا أو يوصل للمرمى بفرستين تلاتة بالكثير الآن أسوريو مع نادي الزمالك شوفنا رائبة نادي الزمالك بتوصل بأكثر من فرصة ففيه تطور كبير في الشكل اللي جميع كريم داخل صخنا على طول صح هو ده الكلام بصة كريم أنا بشوف أمكن هقولك حاجة أنا ممكن السادة المشاهدين تستغربها أنا ما شفتش فرقة الزمالك التدرج بالكورة والكثافة الهجومية وعدد اللعيبة اللي بيبقى موجود جهة 18 بالشكل ده إلا مع أسوريو يمكن من أيام جراس ما شفتش مع فريرة شفتش مع كارتيران ما شفتش مع فاتشيكو المدربين دي كلها لها كل الاحترام عندها مميزات كان عندها حاجات إيجابية لكن الرجل بيعمله أنا بشوف أنه هو طور الناحية الهجومية بشكل كبير جدا إنها الدفعية لسه فيها مشاكل ممكن نتكلم فيها زي ما أنت عايز في رأيي إن الكواليتي اللي موجود مقارنة باللي أنا بتكلم فيه من مدربين الأقل جايز نت زماني كان عنده لعيبة ككواليتي أعلى من كده لكن الراجل إن هو يبتدي يشتغل باللعيبة دي واللعيبة تشرب الأفكار دي شاكر بالسرعة دي ده يحسب لأسوريو طبعا خلينا اتفق إن كلنا كان عندنا علامات استفهم على أسوريو وأنا واحد منهم يعني وقلناها على السوشيال ميديا واتكلمنا فيها بشي بس كده حفظنا متوقعين أن أسوريو إلا لو كم مست بحاجة عظيمة جدا وبالنسبة لي كان تصريح صادم لما قال أنا قالولي إن سيرجي أكا هو أخطر لعيب في مبارات الإسماعيلي كان بالنسبة لي ده تصريح صادم جدا لكن أنا رؤيتي اتغيرت شاية مع أسوريو باللي أنا بشوف